موسيقى السلام عليكم النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها بالعنوين موسيقى اسرائيل تستدرج غاز قبرص من باب الازمة المالية موسيقى الفلسطينيون يعالجون اقتصادهم بالنباتات الطبية موسيقى اهلا بكم اسرائيل تحاول سيطرة على غاز المتوسط مستغلة ازمة قبرص تقرير يكشف محاولات جعل قبرص قاعدة لتصدير الغاز الاسرائيلي الى تركيا واوروبا منذ 75 عاما اعتبر مؤسس القومية السورية انطون سعدي ان جزيرة قبرص لها اهمية سراتيجية في المتوسط اسرائيل تدرك هذه الحقيقة لذلك هي تسعى الى تحويلها الى محطة اقتصادية امنية لها في المتوسط عبر استغلال ازمتها المالية والضغط عليها لابرام عقود استخراج الغاز والنفط قبرص الغارقة في ازمة اقتصادية تراهن على استغلال سريع لمخزونها الغازي التي تعتبره خشبة خلاصها تسارع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قبرص دفع الحكومة الى اطلاق وعود تقول ان الجزيرة تستخدم الغاز المستخرج من ابارها عام 2020 وهو وقت قياسي يشكك الخبراء في امكانية تحقيقه نوبل انيرجي الاسرائيلية تلقفت الكلام القبرصي واعلنت استعدادها للتعاون ورحبت بفكرة بناء معمل تسييل غاز في قبرص لكن ما ترفض نيكوسيا التسليم به ان المشروع الاسرائيلية يرتكز على التسييل في قبرص والتصدير الى تركيا التي تحتل جزءا من الجزيرة المتوسطية الخطوة الكبرصية الاولى ترتكز على اعادة ترتيب الوضع الضريبي بين الجانبين فالرئيس الكبرصي يزور اسرائيل خلال ايار مايو المقبل بغية التفاوض على منع مضاعفة الضريبة في كل ما يتعلق باستخراج الغاز وتصديره الاعتذار الاسرائيلي للتركيا عن الاعتداء على سفينة مرمرة لا يلغي الرفض التركي لاعلان نوبل انيرجي التنقيب عن الغاز في قبرص فهل تنجح اطمع اسرائيل في تذويب العداء بين انقرة ونيكوسيا ام ان الخلافات ستطيح اطمع اسرائيل في الجزيرة المتوسطية تخفيض ضخم في الانفاق على البرامج العسكرية وقع عليه الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي تواجه بلاده اسوأ ازمة مستحقات ديون وتبلغ قيمة التخفيض 109 مليارات دولار حصة الانفاق العسكري منها 91 مليار دولار يبلغ 967 مليار دولار وهو ادنى مستوى له منذ عام 2004 ولم يسعى السياسيون لوقف حزمة التخفيضات التلقائية الاولى التي تبلغ قيمتها نحو 85 مليار دولار وتؤدي الى فقدان مئات الاف الموظفين الحكوميين اعمالهم وعلى الرغم من التقليصات الواسعة التي طالت الموازنة الامريكية بقي بند المساعدات المالية لاسرائيل خارج دائرة الاقتطاعات فمشروع الموازنة يتضمن 3 مليارات و200 مليون دولار لصالح تل ابيب وهو مبلغ مماثل لما تلقته اسرائيل العام الماضي لكن اضافة الى ذلك سوف تحصل اسرائيل على 220 مليون دولار كتمويل منفرد لمنظومة القبة الحديدية في القاهرة وبعد المساعدة القطرية ها هي مصر تلجأ الى ليبيا ترابلوس الغرب ستمنح القاهرة قردا من دون فوائد بقيمة مليار دولار لمدة خمسة اعوام بمقتد اتفاق تم توقعه يوم الاربعاء بحسب مسؤول ليبي في وزارة العمل ويتوقع ان تحصل مصر فعليا على القرد الليبي الاسبوع المقبل بعدما وافقت قطر ايضا على شراء سندات حكومية مصرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار ويأتي الاتفاقان فيما تجري مصر مفاوضات مع وفد لسندوق نقد الدولي للحصول على قرد مشروط باصلاح نظام الدعم وفرض زيادات ضريبية سوق الاسهم المصرية شهدت اسبوعا حافلا بالاحداث لكن الحصيلة جاءت على النقيد مما اعتادته في الاوينات الاخيرة فقد كانت الاحداث ايجابية حيث شملت الغاء درائب مزمعة ودعما ماليا جديدا لمصر مما دفع مؤشرات البورصة للصعود لتنهي الاسبوع على مكاسب قوية وفي الاسبوع المنتهي يوم الخميس زادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة القاهرة نحو ملياري دولار ويتوقع محللون وخبراء اي توصل المسار الصاعد للسوق خلال الأسبوع المقبل لأسيما اذا برزت اخبار ايجابية جديدة بشأن قرد صندوق النقد الدولي يستمر المزارعون الفلسطينيون في زراعة ارضهم لثيقتهم بان المستوطين الاسرائيليين سينتزعونها منهم ان تركت من دون زراعة وفي وادي الاردن قرر المزارعون وضع خطط لتنويع منتجاتهم الزراعية بهدف استخدامها في العلاجات الطبية تحت هذه الخيام في وادي الاردن ثروة طبيعية ثروة من النعناع وريحان والبابونج هي نباتة يجري تحويلها الى اقراص او محلول تستخدم لعلاج الام المعيدة والحمى والبرد والامفلونزا يقطفها المزارعون الفلسطينيون تمهيدا لمعالجتها وبيعها في السوق البحلية والعربية ننتج تقريبا في مستوى الضفة قرابة 600 تون من النباتات الطبية في محافظة اريحة والاغوار ننتج قرابة 300 تون وتصدر جميعها هذا من شأنها ان تعود بداخل وتزيد من ربحية المزارع وتوجه وتغير من النمط الزراعي يعتقد بعض المزارعين ان اعمالهم قد تجني مزيدا من الارباح في ظل انخفاض تكلفة هذه الزراعة ويقولون ان الخروج من مفهوم الزراعة التقليدية له جدوى اقتصادية عالية زراعة العشاب الطبية والنباتات التصدرية بالمفهوم التجاري ذات جدوى اقتصادية عالية ومردودها الاقتصادية على المزارع كبير وخاصة ان تكلفتها ليست بالتكلفة العالية زاد لها ميزات اخرى عليها طلب في الاسواق الخارجية اذا الاسواق الخارجية رفعت الطلب على النباتات الطبية ما استدعى تكثيف العمل في هذا المجال وبالتالي توفير مزيدا من الوظائف هذه المزروعات تحتمد بشكل كامل على الايدي العاملة وبالتالي ننخلق فرص كبيرة جدا للايدي العاملة ممكن تكون تشترك في المستوطنات او في اماكن اخرى وبرغم تراجع عائدات الزراعة في الضفة الغربية بشكل عام اضافة الى القيود الاسرائيلية المفروضة على استخدام المياه والارض يصمد الانتاج الزراعي كما وجودة ويصدر الى الخارج تحت عنوان صنع في فلسطين البطالة افة تهدد الشباب اللبناني فقد حذر البنك الدولي من ارتفاع نسب العاصلين من العمل بين فئة الشباب بعدما جاوزت 34% اي ان شابا واحدا من كل ثلاثة شباب وقع في دوامة البطالة منسيقة التنمية البشرية في البنك اشارت الى ضرورة معالجة تدني نسبي في توظيفات القطاع الرسمي حيث ينخرط 20% من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي الذي يفتقر الى التأمين الاجتماعي ولا تحكمه انظمة العمل شاحنات الخضر والفاكهة السورية بات مسموحا لها المرور بالترانزيت عبر معبر التنف السوري الى الوليد العراقي والخروج من معبر تريبيد العراقي الى معبر الكرامة الاردني بعدما وافق العراق على الطلب السوري الخاص بهذا الشأن وسيشمل هذا الاجراء استمرار تصدير المنتجات السورية وتأمين بدائل جديدة وطرقا عديدة لضمان استمرارية عملية التصدير ولسيما من المنتجات الوطنية الفائضة عن الحاجة المحلية ويعد العراق من اهم شركاء الاقتصاديين لسوريا حيث بلغت الصادرات السورية للعراق نحو 19% عام 2012 فيما بلغت حصة الاردن من الصادرات السورية 82% اكتشفت شركة جانل انرجي التركية البريطانية للتاقة مع شركة بيت اويل التركية احتياطيا عاليا من النفط في احد حقول اقليم كردستان وقررت الشركة حفر خمسة ابار لاستخراج النفط ويتوقع ان يصل انتاج احدها الى 12 الف برميل نفط يوميا اضافة الى كميات من الغاز الطبيعي رئيس الوزراء الهندي منموهان سينجي في برلين ويلتقي المستشارة الالمانية انجلا ميركل في زيارة جلها اقتصادي فبعد استطلاع مسار الازمة الاوروبية المالية اعرب عن اماله في عودة الازدهار الى منطقة اليورو لما في ذلك من انعكاسات ايجابية الاقتصادات الدول الناشئة ابلغت السيدة ميركل اننا نريد منطقة يورو مزدهرة وقد خرجت من الازمة منطقة يورو قوية هي في مصلحة كل الدول النامية لان تجارة الدولية لا يمكن ان تظل مدعومة اذا كان هناك مشاكل في منطقة من العالم على غرار منطقة اليورو استمرار الاقتصاد الالماني قويا والتزام القادة الاوروبيين ايجاد حلول لازمة اوروبا يجعلانني على ثقة بانه سيتم تجاوزها بفاعلية قبرص ترفع من حاجتها المالية في اطاع خطة الانقاذ من 17 مليار ونصف المليار يورو الى 23 مليار يورو وبموجب خطة الانقاذ التزمت الجهات المانحة تقديم 10 مليارات يورو مقابل اجراءات تقشف واعادة هيكلة للقطاع المصرفي على ان تتولى قبرص توفير 7 مليارات اضافية لكن المعطيات الجديدة ترفع من حجم الضغوط على نيكوسيا اسعار الغذاء العالمية ارتفعت 1% في شهر اذان مارس الماضي ووفق معطيات منظمة الامم المتحدة للاغذية وزراعة فاو فقد زادت اسعار منتجات الالبان بينما استقرت اسعار الحبوب وتوقعت الفاو ان يتعافى انتاج الحبوب العالمي بشدة خلال العام الحالي الا اذا ساءت الاحوال الجوية بفعل التوسع في الزراعة بسبب الاسعار الجذابة وزيادة المحاصيل بالمقارنة مع مستوياتها التي جاءت اقل من المتوسط على مدى العام الماضي ختم النشر للمزيد زروا موقعنا الميادين دوت نت وتواصلوا معنا عبر فيسبوك وتويتر على صفحة الميادين تيفي نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم موسيقى 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 موسيقى